منذ يوليو الماضي لا تكف الإمارات عن تسريب معلومات بطرق غير رسمية عن انسحابها من اليمن وإعادة الانتشار وتغيير استراتيجية التعامل مع الملف اليمني من حالة الحرب إلى السلام أولا وعلى الرغم من تسريبات مسؤول إماراتي سابق ليست محسوبة كموقف رسمي إماراتي إلا أن أياما قليلة فصلت بينها وبينما نشرت النيويورك تايمز عن محاولة مسؤولين في الديوان الملكي السعودي ثني حليفتهم الإمارات عن سحب قواتها من اليمن وقالت إنهم أي السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة من قرار أبو ظبي تصريحات المسؤول الإماراتي تزامنت مع عملية إعادة انتشار القوات الإماراتية في الساحل الغربي والتسليم بعض المواقع لقوات غير نظامية يقودها ابن شقيق الرئيس المخلوع وقائد حراسته مع تأكيد إماراتي بأن أبو ظبي قامت بتدريب 90 ألف جندي يمني أصبحوا يشكلون قوة على الأرض ضمن قوات الشرعية اليمنية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تولي المسؤولية وحفظ الأمن في المناطق المحررة لا ينفك المسؤولون الإماراتيون أو أولئك الكتاب المقربون من مراكز السلطة عن التأكيد على أن الحرب في اليمن انتهت بالنسبة لأبو ظبي في ذات الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن لقاء عسكري رفيع المستوى في 30 يوليو ضم مسؤولين إماراتيين وإيرانيين في طهران طهران التي تدعي الإمارات محاربتها في اليمن والتزامها بأمن السعودية التي تعد إيران مصدر تهديدها العسكري الأكبر في المرحلة الحالية على الأقل انسحاب الإمارات من اليمن لم يقتصر على مسرح العمليات العسكرية بل طال أنشطة الهلال الأحمر الإماراتي ووصل حتى إلى تفكيك حمامات عامة حسب صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لسحب قطع تشغيل محطة كهربائية كانت أبوظابي قد أعلنت تقديمها لمدينة عدن مع تكرار الإعلانات بطرق غير رسمية وتزامنها مع عمليات حقيقية لسحب معدات ثقيلة كانت في عهدة مجموعات عسكرية موالية للإمارات يظل الباب مفتوحا للتساؤل عن شكل الانسحاب وجديته وما إذا كان استراتيجية جديدة بالفعل أم خطوة تكتيكية في الاستراتيجية القديمة أم مؤشرا لأزمة علاقات سعودية إماراتية يكتوذ يمنيون ببعض ألسنة نيرانها